إلى الأسوأ، يمضي منحنا الاقتصاد العراقي في ظل انتشار جائحة كورونا وتضاؤل عائدات النفط فضلاً عن فشل السياسات الحكومية في تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد صندوق النقد الدولي يرجح في بياناته أن يشهد العراق انكماشاً اقتصادية ربما تتجاوز نسبته 12% خلال هذا العام ليمثل العراق بذلك ثالث أكبر انكماش في العالم العربي بعد لبنان وليبيا على الرغم من أنه يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبيك التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وبالنظر إلى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط مصدراً شبه وحيد للدخل القومي بما يتجاوز 90% فإن أي تراجع في أسعار النفط سينعكس سلباً بالضرورة على هذا الاقتصاد ولا فائدة في هذا المقام بحسب محللين من الحديث الحكومي عن محاولات لسد العجز المالي عبر قروض لا يعلم سبيل لتسديدها طالما بقيت نفس السياسات الاقتصادية الفاشلة وبحسب محللين فإن حكومة القاظم لا تختلف عن سابقاتها من الحكومات فالورقة البيضاء التي أعلنتها تلك الحكومة كمقترح للإصلاح الاقتصادي تتضمن خفضاً لقيمة فاتورة الرواتب الحكومية بنحو 50% في غضون الثلاث سنوات دون أن تحدد كيفية ذلك فهل ستخفض الرواتب أم سيسرح الموظفون من وظائفهم لتتعمق بذلك الأزمة بدلاً من أن تحل فالحل كما يؤكد الخبراء يكمن في تنويع مصادر الدخل القومي ودعم الاستثمار الزراعي والصناعي وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بحكومة عراقية تملك قرارها ولا تنفذ أجندات الشرق أو الغرب وإنما فقط تنفذ أجندة عراقية وطنية